السلام عليكم ويوم مرحبا بكم في قناتكم تبعون طريقة لبدء التجارة الإلكترونية بدون راس مال؟ تذكرون حلقة طرق الربح من الإنترنت يوم خبرتكم عن كيفية تصميم تي شيرت وبيع التصميم مقابل 20 دولار؟ لو ما تذكرون أو ما شاهدتوا الحلقة راح تظهر لكم الحين فيها على الصفحة وبحط لكم رابطها في صندوق الوصف أنا اليوم يعيب لك مثال على موقع تقدر من خلاله تبيع تصميمك ولكن على تي شيرت حقيقي أو أي شيء يمكن الطباعة عليه شنطة مثلا أو قطرة ملابس كيف؟ عن طريق موقع تي بلس وهو واحد من مواقع الطباعة عند الطلب print on demand وهو بالمناسبة موقع عربي كويتي وأنا دائما أسعد بدعم رواد الأعمال العرب اللي يقدمون أفكار لامعة مثل هذا الموقع وحتى ما أطول عليكم حبيت أخبركم إن كافة اختراحاتكم وتعليقاتكم امرحب بها وتفيدني جدا وأي حد عنده استفسار يقدر يخبرني به في التعليقات بالمناسبة هذا الموقع كان طلب أكثر من المتابع فلا تتردد في طلب أي مساعدة وبتحصلني أدعمك على قدر استطاعتي وبعد بخلي لكم رابط سنابي لسناب شات بتحصلون فيه محتوى مهم لرواد الأعمال بشكل يومي إن شاء الله وغيرها من التعليقات المهمة واليوميات المهمة وبعد تقدرون تتواصلون معي مباشرة عليك قبل ما نبدأ شرح موقع تي بلاس تفاعلكم مهم لا تنسى تضغط لايك للفيديو ومتابع القناة وتفعل زر الجرس وتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامك أما عن طريق عمل سكان لكيو آر كود أو عن طريق الروابط في صندوق الوصف والحين هات قهوتك وتعال أبسطها لك يا مرحبا بكم مرة ثانية قبل ما نبدأ أليك تفهم أول شي معنى الطباعة عند الطلب اللي خبرتك عنها قبل شوي فكرة هذه المواقع ببساطة هي أنك تكون مصمم بقرافك مثلا وتقدر تصمم أي شيء من كتابة أو صور أو رسوم معينة وتقدر تطبحها على منتج تي شيرت مثلا ولكن ما عندك الإمكانيات والتجهيزات اللازمة حتى تطبع منتجك بنفسك أو تغلفه أو توزعه أو تشحنه فهذه المواقع تأدي الدور هذا بدالك مثل ما خبرتكم مواقع الطباعة عند الطلب الأجنبية منتشرة ولكن التعامل عليها قد يكون صعب بالنسبة لنا كعرب بسبب اختلاف الثقافات وبعد بسبب صعوبة التوصيل لذلك فوجود سوق عربي يوفر لك الخدمات اللوجستية وتعامله من خلال المتجر الإلكتروني هي فكرة رائعة وتخدم جدا للمصممين العرب والحين خلونا نبدأ في شرح الموقع رابط الموقع ظاهر أمامكم على الشاشة الحين أو بحث في جوجل بكلمة تي بلاس راح يظهر لك موقع تي بلاس دوت كو في واجهة الموقع بتشوفون الكثير من المنتجات مثل الزجاجات أو الملابس أو الحقائب وحتى الاستيكرز أول خطوة للتسجيل على الموقع اضغط على هذه الدائرة اللي في داخل شخص واختار منه سيل يور آرت راح يفتح لك على صفحة التسجيل اضغط على سيل يور آرت هنا مرة ثانية بعدين سجل بنفس طريقة التسجيل على أي موقع وبعد التسجيل راح تعيد هذه الخطوات مرة ثانية يعني تختار سيل يور آرت بعدين اختارها من هذه الصفحة مرة ثانية في هذه الصفحة يطلب مني بعض التفاصيل أول شي حدد التاغلاين أو الوصف الخاص فيك وهو يعطيك مثال ديجيتال كرييتر أو صانع محتوى رقمي تقدر تغيرها لأي شيء مصمم مثلا بعدين في أباوت مي تكتب وصف عن نفسك وتقدر تحب بعض المعلومات اللي تفيدك في التسويق لنفسك مثل ذكر خبراتك أو أعمالك السابقة كل النقاط اللي فيها نجمة حمرة هي معلومات أساسية وضرورية أما ويبسايد وإنستجرام وبيهيند فغير ضروري ولكنها مهمة للتسويق لنفسك بعدين اختار البلد بعدين دخل رقم هاتفك بعدين اضغط على هذا المربع بعدها اضغط سند لا تنسى تفتح إيميلك وتسوي تأكيد للرسالة اللي وصلتك من موقع تي بلس في الغالب تأخذ رسالة التأكيد من يومين لثلاث للقبول في الموقع بتحصل في الإيميل زر مكتوب عليه أضغط عليه وراح يوديك لموقع تي بلس ولكن الجزء الخاص بالمصممين أو تقدر تفتحه بعد من صفحة الموقع بالضغط على هذه الصورة مرة ثانية واختيار كرييتر بورتال أول جزء هو الصفحة الرئيسية وتسمى داشبورد في هذا الجزء تكتب الرابط اللي راح تستخدمه في تسويق منتجك من خلال الموقع بعدها اضغط update ولو خليت رابطك مميز راح يكون شي جميل ومفيد بتحصل تحتها عدد التصميمات اللي نفذتها وعدد اللايكات والأرباح اللي حققتها من العمل على الموقع بعدين اضغط هنا على myshop وهني بتحصل صفحتك الشخصية أو متجرك على الموقع اختار صورة احترافية وغلاف وكتب نبذة عن نفسك بعد اعدادك لملفك الشخصي وتبت ضيف تصميم جديد لمتجرك اختار new artwork upload راح تكتب هنا عنوان للمنتج أو للتصميم بعدها التاج أو الكلمات المفتاحية واذا حبيت تفهم موضوع الكلمات المفتاحية أكثر فهناك في القناة حلقة خاصة بموضوع الكلمات المفتاحية راح تظهر لك الحين وبحط رابطها في صندوق الوصبات فاهتم بها جدا لأن هذه الكلمات هي سبب في ظهور منتجك في نتائج البحث بعد تحديد الكلمات اكتب وصفك صير للمنتج بعدها اختار upload لتنزيل تصميماتك ويفضل يكون التصميم 2000 بيكسل سواء للطول والعرض ويكون صيغته bng أو jpeg والأفضل bng لأن هذه صيغة ليس لها خلفية أو الخلفية تكون شفافة ويتم وضع التصميم على المنتجات كلها مثل ما تشوف وتقدر تعدل عليه من حيث تغيير اللون والحجم من customize وتقدر بعد تلغي تفعيل الزر active إذا حبيت المنتج ما يعرض في متجرك في النهاية اضغط على release products والتصميم راح ينزل على صفحتك بعد ما يتم قبوله من المتجر وإذا بغيت معلومات أكثر أو تتعلم عن أفضل ألوان ومقاسات للتصميم اضغط على guidelines أخيرا قسم payments وهو اللي تسجل عليها البيبال أو حسابك البنكي وتقدر من خلالها سحب أرباحك طبعا هذا الموقع مش الوحيد هناك العديد من المواقع الأخرى ولكن لكي تنجح عليك ألا تضع البيض كله في سلة وحدة يعني عليك توزع مجهودك وعملك على عدة مواقع أو كل المواقع اللي ذكرتها لك وبذكرها لك إن شاء الله بالتوفيق لكم جميعا وأرجو لكم النجاح دائما وذكركم لو هناك أي استفسار خبروني في التعليقات وإذا عجبتك الحلقة أو ما عجبتك باعت خبرني في التعليقات كان معاكم أخوكم خليفة اشتركوا في القناة